أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخباري الظهيرة مباشرة على الأولى هذه أبرز العنوي الحالة الوبائية ببلادنا تتسم بالانتشار سريع لمتحور أوميكرون وضمن النشرة نتعرف على أول حالة مصابة بأوميكرون تدخل قسم الإنعاش وتفاديا لانتكاسة وبائية جديدة التلقيف الكامل والتقيد بتدابير الاحترازية شرطاني أساسيا في ظل الوضعية الوبائية الحالية وأجواء فصل الشتاء الأطفال عرضة لنزلات البرد ومضاعفات الأنفلوانزة الموسمية روبرتاج النشرة يرصد الأعراض وطرق الوقاية والكلمة لأهل الإختصاص تدعية جائحة كورونا ترخي بدلالها على القطاع السياحي ميرلفت على الشريط الساحرية الأطلسي بيقلم سيدي إفني وجهة سياحية تأنه تحت وطأة الركود ولمناقشة الوضعية الوبائية ببلادنا معنا مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة الوطنية العلمية مرحبا بكم بروفيسور صباح خير وشكرا على الاستدافة أهلا وسهلا حصيلة تقيلة من الإصابات بفيروس كورونا سجلتها بلادنا يوم أمس معظمها سجل بجهة الضلبيضاء ستات وجهة الرباطسل القنيطرة 1184 حالة جديدة مؤكدة أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيما بلغ عدد المتعافين 359 شخصا وانضافت خمس حالات جديدة إلى قائمة الوفيات جميعها بجهة الضلبيضاء ستات أما بخصوص سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 حدود أمس تلقى مليونان و799 ألف و253 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المداد لكوفيد-19 فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون وتسعمائة وستة ألاف وسبعة وتمانين شخصا مقابل 24 مليون وخمسمائة وتسعة وتلاتين ألف وتمانمائة واثني شخصا تلقوا الجرعة الأولى وخلال استضافته في النشرة الرئيسية اليوم أمس أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خليد أيت طالب أن المغرب يعيش الموجة الثالثة من الوباء وأن الوضع جد مقلق كاشفا عن تسجيل 76 حالة جديدة مؤكدة بمتحور أوميكرون وأبرز أن ارتفاع عدد إصابات كورونا يهدد الوضع الوبائي على الصعيد الوطني وأن انتشار أوميكرون يعزز المخاوف من انتكاسة وبائية نتابع تدخل السيد أيت طالب اليوم عندنا زيادة 800 ديال الأشخاص اللي هما مصابين بالكورونا ونعسين في الإنعاش 50% ديالهم غير ملقحين يلقبتي هذ الأشخاص اللي هما غير ملقحين وقسمتهم عن العدد ديالناس اللي ماشي ملقحين اليوم عن المستوى الوطني كتلقى بأن الخطورة ستدل مرات مضاعفة بالنسبة للأشخاص اللي هما ملقحين و80% ديال الناس اللي هما ملقحين في الإنعاش عندهم يا الله جرعتين وتجاوزوا 6 شهور وكلهم من ذوي الفئة العمرية لفوق 60 سنة إذن واضح الأمر أن الناس اللي هما ملقحين للخطورة هما الناس اللي هما عندهم هششة وكذلك اللي داروا الجرعة الثانية وتجاوزت 6 شهور وكما قال جعل الأستاذ شاكيب الفتاح أنه بحلار ما بقدش المعنى عندهم فما بالو كان لما ملقحش قاعد ولهذا نحن نقول بنا الجرعة الثالثة المعززة هي اللي غادي تحافظنا على المناعة ديالنا والمكتسبات اللي وصنا لها خاصنا نتلقحه لأن هذا هو الحل الوحيد باش يمكننا نحافظه على صحة ديالنا وديال الناس اللي غالين علينا وما نحاولوش ندوب الناس الخطورة والإيمتة ولا سيما نعمره الأقسم ديالين عاش ديالنا حاجة واحدة أخرى اللي يخليك بغيت نقولها بأنه غدا غادي يولي الأوميكرون هو اللي غايكتازح الساحة والأوميكرون خمسات المرة تقين تاشر اليوم عندنا مئتين وستا واربعين حالة مشتبة فيها ديال الأوميكرون وعندنا ستا وسبعين حالة ديال الأوميكرون اللي هي متبوتة إذن غدار هذا الأرقام ماذا يمكنك تضربهم في عشرها بقوا تسرع ديال انتشار إذن حلوة بين واضح شنو خسنا نديرو خسنا ما نتجمعوا شي خسنا نديرو الكمامة ولا سيما خسنا نديرو جرعات ثالثة ديالنا باش يمكننا نبقوا في المكتسبات ديالنا لأن الحمد لله مشينا في الرؤية السباقية ديال صاحب جلالة وهذا التقدم اللي حصل للمغرب خسنا نحافظه عليه لأن سيدنا الله نصره دير المواطن المغرب في صلب لذي ممزير الصحة المواطنية كل حاجة فخصنا نحافظه عليها كما أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن أول حالة إصابة بأوميكرون في الإنعاش هي لسيدة لم تتلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح وتجاوزت المدة ثمانية لذلك السيدة المصابة تتواجد الآن بوحدة العزل بالمستشفى الجهوي بن ملال ويتم التكفل بها وفق التدابير الصحية المعتمدة المزيد مع تقم الأولى من هناك رد عماو وأمين شرقوي المستشفى الجهوي ببين ملال بالضبط بقسم الإنعاش الخاص بمرضى كوفيد-19 منذ أسبوع استقبل هذه السيدة البالغة من العمر 60 سنة التي وصلت في وضعية حرجة ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وبعد تشخيص حالتها تأكدت إصابتها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون ربون الآن والسبوع كانت حرجة وتوقفت أنا بجوجة الرجل التي اطلت وتلقحت ثالثة تعطلت ستوقفت ما تقريبا الموئي التأخير ديك على أنك لم تأخذيش لزورة التالثة ما تشفات لموئي تلك الخاصة ما شفات فات الموئي التكفل ما شفات كان في سنين أخذها ستوقفت كان في سنين أخذها ولذلك فنطلقنا التجربة ديالي مغطاين كما مطلق وحافظ على هذا المجهود لكي دير المغرب ونساعدنا رأسنا للطرق حتى الثالث الأطور الطبية والتمريدية بالمستشفى تكفلت بالحالة وفق الإجراءات المحتمدة وتؤكد أن حالتها الصحية مستقرة نسبة الحالة التي لدينا في المصلحة هي من الحالات الأولى للمتحور وميكرون الحالة دخلت في هذه الضروف حريجة في تنفس أعراض عتيادية لمرض كورونا هذا المرض الحمد لله من جهودات الأطور الصحية حاولنا أننا نحسنوا من الحالة ديالها وبالفعل تحسنات الحالة الحمد لله بعد أسبوع من معركة حتى تحسن الحمد لله تحسنات ميكرون فهو فيروس اللي هو خطير يعني ما خاصش ناس تتاونونه هذا من جهة ومن جهة أخرى فتعطينا ثلاثة الحويجة خاصة نديرهم أولا الحماية ثانيا الحماية والتباعد يعني دوق الإجراءات اللي خاصهم يداروا بما فيها الكلا للكمع ما بما فيها التباعد بما فيها جميع حتياطة ثالثان هو المواطنين والناس اللي كيسمعوا وكيشوفون خاصهم يديروا جلبات ديرهم يعني تلقى ديرهم اللي در الأول خاص يدير تاني ولي در تاني خاص يدير تالت أراه الحماية لكيوفر اللي قاح ميمكش غريوفر أي حاجة أخرى المعركة ضد كورونا ما زالت متواصلة فمتحور أوميكرون ينتشر ثلاث مرات أكثر من سابقه ولا سبيل أمامنا سوى التقيد أكثر فأكثر بالتدابير الوقائية والمضي قدما في عملية التلقيح أسرة الإنعاش بالمستفى الجهوي بني ملال إلى حدود اللحظة لا زالت فارغة مكتسب وجب الحفاظ عليه الإتزام بتدابير الوقائية والتلقيح بكل مراحله خصوصا الجرع المعززة من بين السبل الكافلة لتفادي انتكاسة وبائية ولمعطية أوفى حول المؤشرات الوبائية ببلادنا وكما سبقت الإشارة معنا مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة الوطنية العلمية إذن بروفيسور للأسف عدد الإصابات في بلادنا أرجع للارتفاع كيفاش تشوفوا الوضعية الوبائية الحالية في ظل هذه المؤشرات وتسجيل متحور أوميكرون في بلادنا تقريبا 76 حالة مؤكدة هو كذلك بجاء في الروبورتواج وفي كلمة السيد الوزير هو الحالة الوبائية الآن في المغرب كتعرف موجة جديدة موجة سيكون فيها المتحور أوميكرون هو الطاغي والمهيم وستشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمنظمة الصحية يجب أن لا نأخذ في الاعتبار أن الحالات في الأوميكرون تبقى خفيفة أو متوسطة ولكن بالإصابة لأعداد الكبيرة لما نعرف أنه سريع الانتشار وسرعة الانتشار تعطينا أرقام كبيرة وكبيرة جدا وستجعل المنظمة الصحية تأينه تحت وطأت إما الفحوصات أو الاستشفاء كما رأينا بالنسبة لهذه السيدة في مدينة ابني منلل لأن الأعراض كتبقى كذلك خطيرة ومنظمة الصحة العالمية أثرت انتباه إلى خطورة أوميكرو يجب أن لا نتهاون الآن دخلنا في هذه المرحلة في هذه الموجة يجب الحد من حدتها وذلك بالوسائل الاحترازية نعودها لأن الإعادة فيها إفادة هي وضع الكمامة بشكل سليم هي كذلك غسل اليدين هي الرجوع وأقول الرجوع إلى اللقاح لأن اللقاح سيبقى من الوسائل الفعالة التي ستحد من خطورة هذا المرض وكذلك التداوي بسرعة بالكش المبكر بالذهب إلى المراكز الصحية وعند الطبيب المعالج وأن نتداوي بالعلاج البروتوكولي الوطني طيب بروفيسور شنو يمكنني يوقع في بلادنا إذا استمر التراخي اللي كنشوفوه في الشوارع في المقاهي الناس ما كتستعملش الكمامات ما كيش تبعود ما كيش استعمال المعاقيمات شنو يمكنني يوقع اللي بقين على هذه الواترة هذه بالإضافة الواترة البطيئة اللي بتلقيه هو هو هذا التراخي وعدم الالتزام هو تحصل وحاصل مع الأسف من المؤسف أن نرى أن المواطنين والمواطنات لا يأخذون بالجد هذه الجائحة ونرى مع ذلك نرى في الشاشات العالمية ما يحدث الآن في أوروبا من العدد الكبير من الضحايا الآن في المغرب هناك اللقاح متوفر وبشكل مجاني وكذلك المراكز هي مراكز مستعدة للتلقيه كذلك هناك الوسائل الاحترازية وهي موجودة وبكترة ما هي هذه الوسائل؟ الكمامة موجودة في المغرب بشكل واسع وكذلك الصابون أو المحلولات الكحولية هذا مجاعة يجب كذلك بالنسبة للمواطنين خصنا نحافظوا على نفسنا بشكل فردي وكذلك بشكل جامعي لأننا نعيش في حل المجتمع نعيش كذلك في عائلة دينا خصنا نحميوا العائلة دينا نحميوا ننفوس دينا ويجب لا نتهاون أما المببررات الغير المفهومة للعزوف عن التلقيح فأصبحت لا غيال الآن لأن هناك خطر يتهددنا هناك بوادر انتكاسة وبائية جديدة التي ستصيبنا في مقتل من الناحية الصحية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية نرى أن الكثير من القطاعات تأنت تحت هذه الوطعة يجب على المواطن المغرب والمواطنة المغربية أن يحافظوا على اقتصادنا على صحتنا وكذلك على المكتسبات الوطنية في هذا الميدان نعم بروفيسور تفضلوا بالبقاء معنا سنواصل الحديثة معكم وسمت المتحور اوميكرو أنه أسرع انتشارا خمس مرات أكثر من المتحور الدلتا هذا الانتشار الواسع وسريع يفرض المزيد من الحضر باتخاذ تدابر الاحترازية الوقائية اللازمة مع الإسراع في أخذ الجرعات المعززة من اللقاح لتفادي الرجوع إلى نقطة السفر من الرباط روبرتاج محمد ريدالابيدي وإيمان سلوي اوميكرو العنوان الجديد لخطر يتهدد حياتنا في كل وقت وحيد من مئة واثنتين من الحالات الأسبوع الماضي إلى ألف ومئة وأربعة وثمانين حالة سجلت اليوم وضع مقلق يسائلنا جميعا بل ويدعونا إلى مراجعة حساباتنا أمام متحور جديد ينتشر خمس مرات أسرع من المتحورات السابقة ومرة أخرى يطرح السؤال لماذا تجاريب قلت بأنه اللقاح كذلك حتى في هذا أوميكرو تيحمي من المضعفات ومن المرض الخطير في تمانين في المياه من الحالات المستعصية اليوم مجموع الحالات النشطة يقارب أربعة ألاف وثلاثمائة حالة والحالات الحرجة تسجل ارتفاعا هي الأخرى لتصل إلى مئة وعشر حالات أمام هذا الوضع التزام التدابير الوقائية والتلقيح بجرعة أولى وثانية فثالثة رهان لا بديل عنه بسبب هذا كورونا الذي بدأ في هذه الأيام هذا يجب يجب الإجراءات الوقائية لنحض من التشار الوابع لأنه يقدر الكثير للناس خاصة الناس لديهم مناعة ضعيفة يجب نعقم دائما نحافظ عن المسافة الآمان نرى بأن المغرب الآن في وضعية أحسن بكثير من الوضعية الوبائية في أوروبا نرى الإغلاق الذي تم في دول أوروبية نرى بلدان التي تخطط المئة ألف حال يوميا نحن في وضع صعب جدا ومعقد ولا يمكن تجاوز هذا إلا بانخراج كما قلت الجميع وبالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن نحترم ها جميعا يجب أن نلتزم بالإجراءات الإجراءات الاحترازية كي نصل إلى المناع الجماعية وهذا يتطلب مجهودا حمايا كل التدابير اتخذت ومنظومة الرصد واليقظة تعززت من أجل تفادي انتكاسة وبائية خاصة بعد ظهور موجة خامسة في أوروبا موجة تلقي بظلالها على واقع الحال والرهان التزام وانخراط حتى لنعود إلى نقطة الصفر نقطة حصد معها الوباء في بلادنا إلى اليوم حياة 14837 شخصا ومع ظهور حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون بدأت مراكز التلقيح تستقبل أعدادا متزايدة من المواطنين الذين يقبلون على تلقي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح والتي أتبذت الأبحاث العلمية قدرتها على مقاومة المتحور الجديد من مركز التطعيم سيدي بليوت بالداري البيضاء روبرتاشفات نتابوت وعاشر بن مسعود وردة فجاش عدد كبير من المواطنين والمقيمين توافدوا على مركز التطعيم سيدي بليوت للحصول على جرعات اللقاح وخاصة المعززة إيمانا منهم بقدرتها على رفع مستويات الأجسام المضادة وتقوية دفاعات الجسم ضد العدوى واجب عندنا باش ندير الجرعات الثالثة لأنها لأنها كتحمينا من جميع الأمراض وهي في صراح رسال حالي نحنا ولماذا المدرهاش خسو ينوضي ديرها جيد باش ندير الجرعات الثالثة وكنش المواطنين باش يجيوا يديروها باش يحطاب دولار يصوم على لائلة ديالهم فوصول متحور أميكرون للبلاد والانتكاس الوبائي في العديد من الدول أدت إلى رفع الإقبال على مراكز التطعيم لأهمية اللقاح والجرعة المعززة في مقاومة المتحور الجديد هناك ملاحظة جل تزايد إقبال المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة وهذا الشي كيدل على أنك نوحد الوعي بضرورة تعزيز المناعة وتقويتها في هالضرفية هذه خصوصا مع ارتفاع الحالات المصابين وظهور المتحور أميكرون هذا الشي حتى الناس باش يجيوا ويأخذوا الجرعة الثالثة ديالهم أرغبة الملحة في تجاوز محنة كوفيد والعودة إلى الحياة الطبيعية كانت الحافزة الأساسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة المعززة لمساهمتها بشكل كبير في انحصار الوباء ونعود مجددا إلى ضيفنا من الدار البيضاء البروفيسور سعيد المتوكل إذن نحن في الموجة الثالثة الوضع صعب ومقلق جدا ممكن تقول للناس لماذا لا يخذوا تلقي حديالهم وكذلك الناس لماذا لا يخذوا الجرعة الثالثة لأثبت الأبحاث العلمية أنها تعزز المناعة ضد الوباء هو ما نراه الآن وما رأيناه في أوروبا وفي دولة جنوب إفريقيا أن المصابين واللي كانوا أكثر عرضة لهذا المرض كانوا من غير الملقاحين لمكملوش البرنامج لمداروش الحقنة الأولى أو الحقنة الثانية أو لمداروش الحقنة المعززة هذا ما نراه في أوروبا ما رأيناه في جنوب إفريقيا الآن نحن في موجة والأسابيع المقبلة ستكون حرجة إذا ارتفع العدد بشكل كبير لذا يجب الإسراء والعودة إلى التلقيح وحسب البرنامج الوطني المعتمد الحقنة الأولى بالنسبة لماذا المداروش الحقنة الثانية وخصوصا الحقنة المعززة كما جاء في الروبرتاج كما جاء في الكلمة ديال الدكاتيرا اللي سبقوني في الميدان أن الدراسات العلمية كلها أثبتت نجاعتها وليس لنا أي خيار آخر هناك اللقاح واللقاح وتعزيزه بالوسائل الاحترازية كذلك وكذلك بالتداوي حسب البرنامج الوطني لمعتمد في المغرب بروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة الوطنية العلمية شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات والمعطيات كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء وفي وقت تسجل فيه العديد من دول العالم أعدادا قياسية من الإصابات بكوفيد تسعة عشر نتيجة المتحور أوميكرون شديد العدوى حذرت منظمات الصحة العالمية من أن الخطورة التي يمثلها أوميكرون لا تزال عالية جدا وأن المتحور سيتسبب في عدد كبير من حالات الاستشفاء وفيما فردت عدة دول قيودا جديدة اختارت أخرى تخفيض مدة الحجر الصحي إلى النصف مريم العوفير حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن الخطورة التي تمثلها أوميكرون لا تزال عالية جدا وقد تشكل ضغطا على الأنظمة الصحية في وقت ارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي وهو موضع حكومات أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة وأكدت المنظمة في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي أن أدلة ثابتة تظهر بأن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا وأن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك التي تسجل حاليا أعلى معدلات الإصابة تشير إلى انخفاض عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا وموازاة مع التفشي السريع للوباء وتسجيل حالات إصابة بأعداد قياسية بشكل يومي أعادت العديد من الدول تطبيق إجراءات التشديد حيث فرضت ألمانيا قيودا على تجمع السكان وحضرت على الجماهير حضور المنافسات الرياضية أما فنلندا فأعلنت بأنها ستحضر دخول المسافرين الأجانب غير الملقحين باستثناء المقيمين والعمال الأساسيين والديبلوماسيين يأتي ذلك في وقت خفضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى النصف فترة الحجر الصحي المفروض على المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض في مسعى للحد من الاضطرابات ونقص العمالة النجمة عن تفشي الوباء تفشي المتحور الجديد أوميكرون يتزامن وأجواء فصل الشتاء الذي يتسم عادة بانتشار الفيروسات وخاصة فيروس الأنفلوانز الموسمية الذي يسبب الإصابة بنزلات البرد التي تكون مضاعفاتها شديدة عند بعض الفئات خاصة الأطفال وهذا ما يجعل الآباء قلقين على صحة أبنائهم روبرتاج ريدالابيدي عثمان تازي وجهاد ليبري الحمى انسداد أو سيلان الأنف السعال أعراض من بين أخرى تحرص هذه الطبيبة على السؤال عنها عند كل طفل يلج عيادتها للتأكد من عدم إصابته بكورونا لحسن الحظ هذا الطفل مصاب بنزلة برد فقط حاله في ذلك حال أطفال كثر نلاحظوا بأنهم عنا ارتفعت الوتيرة للأطفال لمراض هذه الأيام بواحد نوع من الزكام تنرجحوا أن هذا المرض ناتج عن الأنفلونزة الموسمية ودية الفترة التي تقص الأطفال نسبة الوقايات كدع الأباء يرجعوا لنا للإجراءات الاحترازية التي كنا كنا ندرهم قبل نضافة الأيدي وضع الكمامة التباعد الاجتماعي في هذه الفترة عادة ما يسجل ارتفاع في أعداد المصابين بمرض الإنفلونزة الموسمية وضع يزداد معه الطلب على الأدوية وكما العادة إرشادات ونصائح تقدمها هذه الطبيبة للأباء وسط تخوف ولبس بين كوفيد تسعة عشر ونزلات البرد لكن أيًا كان الوضع يظل التزام التدابير الاحترازية السبيل الأنجع للوقاية في زمن كورونا ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التحق بنا في بلاتو الدهيرة الدكتور خاليد بوحموش رئيس جمعية أطباء الأطفال بربات أهلا بكم دكتور إذن اختصاص تكون طب الأطفال شنو هي طبيعة الحالات التي تتعينها خلال هذه الفترة دي الموسم الشتاء عند الأطفال والردع خاصة ما يتعلق بالنزلات البرد أو الأنفلوانزا الموسمية فعلا كل موسم يكون لدينا هذه الحالات الأمراض التي تتعينها في هذا الوقت تقريب ما بين شهر أكتوبر حتى شهر مارس يلاحظوا بزاف الأمراض الموسمية التي تجيناها من الأنفلوانزا هذا العام لدينا واحد شكل مع مرة ما شفناها من قبل هو أن الأطفال الذين كانوا محميين الوسائل الاحترازية للدار بالعزل بالكونفينمو لم يتعينها لمدة لم يتعينها المناعة هذا العام لاحظنا بأن الأطفال مرضوا بزاف من اللي بدأ الدخول المدرسي الآن مرضوا والجي جديد هذا العام بالنسبة للسنوات الأخرى هو أن لاحظنا أولا حرارة طال عبزف أطفال والأباء والأمهات يقول لك أولدي دار 40 فاتر 40 في السخانة والمدة دي لاتسخانة كتبقى واحد المدة ولاحظنا وثاني هاد الحمى كتكون مع واحد سعال جاف واحد سعال هاد اللي كيبقى واحد المدة والجميع الأباء والأمهات هالليامات كيكونوا أمهات الحالات كيقول لك الولي يدبر ثلاث يام اربع يام وعاوتاني يجعلوا ذاك شي اللي كان عنده وهاد شي كتير هالليامات وباش كنفسروه كنفسروه هاد اللي صنعي طلال لاد اميونيتار معنية الأطفال ما داروش واحد العداد من الأمارات في حد لوقيتها ما كتسبوش المناعة وفاش نقصاد لالبروتكسون درالي مبقاوش محميين حيث كانوا الناس يردوا البال كانوا الناس يدروا الكمامات يغسلوا الديوم يتبعدوا هادشي كل شي ينقصد دونك أضطر ولا الفيروسات كتتسارة بزاف ولا أطفال كيمرضوا ولاحظنا هاد الحالات كتير واللي اللي خلعنا بزاف هذا العام هو الدراري الصغار اللي قل من تل شهور اللي كتجيوم هاديك لابغونكيوليت وكيستقو خصوم الوصبيتاليزاسوم خصوم الوكسيجين هاد العام نبغين نقوله بوحده بوحده اللي أننا الدراري كنا حميناهم ودابت ترخينا ما بقوش محميين دخلوا للرود دخلوا للمدرسة وتعادوا هاد المسائل كلها لحظناها واللي لحظنا كتير هو الوقت باش يبرعوا ما بقاوش الدراري كيبروض غير مدة طويلة مدة طويلة ولاحظ في الرابورتاج بأن الصيدالي تيقول لك الدوائيات ناقصين انا را مشكلة ايضا را مشكلة لأن ما تنتعلموش بأن الدواء ما بقى شكاين الصيداليات تيقول لك والدواء مقطوع مش حال هدي يعني كنطلب من الصياد الى باش يمكن نكون لهم الدوائت كل اللي كيحتاجوا الأطفال تكونوا توفرها باش يمكننا نعطيه العلاج باش نسهلو على الأباء والأمهات ما بقى ش يدرون مفرماسي طيب الأباء في التنفس ولي عنده بحال تانقولو الزواء يا صدرو تايزوين هاد رب الله بالداريجة باش نوصل المساج للأباء والأمهات فاش كيكون ها تصدر هاداتي دير هذه الحركات وتيكون ديفي كولتاف لغيسبي خصوه يمشي يشوف طبيب ديالو ما يسعينش إلا طرقتوا هذا الحالة بليل حيط الأكترية كترى بليل خصوه يهز طبيب ديالو ويديه يتقلب خصوه يعطيه يحيدلو حويجات وحنا تقلاحظو في العيادات الطيفل عند فيه 40 سخنة ولا بس خمسة الحويج ولا ستة الحويج زي ما تنطلب من الأباء يرضو لبال هاد المسائل اللي سهلة ما يمكنش نعطيو دواء ديالسخنة وحنا كنلبسو الولد واش كنزيدو نسخنو ما يمكنش دونك يعطي الدواء ويشوف الحالة ديالطيفل إلا كانت سخنة عالية بزاف ويشوف يمشي باش يمكن يكون تشخيز المرض ونعرفو شنو كين الأكتريات ديالأمراض اللي كينا همات سيدي فيروس بحل كين لغريب هاليامات وكين الفيروس ديال لابغانكوليت كين الكوفيد في الأول ما قليل من أكتوبر ده بقليل من بعد غادي من دونشوفوه بارسكو اميكرو تيديع بزاف وكي قيس درالي بزاف طيب وحنا في سياق الجائحة ديال كورونا وظهور هات المتحور اميكرو شنو المطلوب من الأسر باش يوفروا الحماية لأطفال ديالهم من فيروس كورونا ومن هاد المتحورات اللي غدا وتتنتشر مع الأسف أنا تبقى تنشر ديالكم وذك شي اللي غادي نعطي نصائح لا نعطي الأذاء نصائح تعطات وتعطات وتعطات خسنا ندخلو في مخنا واحد المسألة سهلة عندنا ثلاثة الحويج بسيطين كيمكننا نستعملوهم باش نحميو راسنا كنحميو الأخرين كنديروا الكمامة كنتبعدوا وكننحاولوا نحيدوا المسائل اللي كيمكن توصل الفيروس للنف هاد الفيروسات كتوصلهم حيث الأطفال ما عندهمش بناعة ما عندهمش واحد حماية اللي كيمكن لها يقاوموا بها خسومي مشي دور تلقيه بارس كو إلاخدنا الطيفل عنده مثلا ست شهور ولي عنده قل من عام هاد الطيفل درماتي خرش من الدار وبحالي تنشرح الأباء إلاجه المرض راحنا عدي جي أكون سببه الناس اللي كتجي من على براء اللي كتخرج وكت ما كتردش لبال هاد الناس هادو وبل كي يجيب المرض للطيفل حتى الطيفل ما عندهمش كل يجيب ليه المرض دونك دين الكمامات تباعوا المسائل كلها سهلة اخنا غير ندخلوها ونضيروها باش يمكننا نحميوا الأطفال دين دا حتى دوقت تسعيل نعم واللي اسمح لي غير باش نكمل نعم إلا قرأتي والنشارات اللي داس هاد الأسبوع لحظنا قل لك في نيويورك نص ديال الأطفال اللي أسبيطاليزي عندهم الكوفيد أكترين اللي قل من قل من خمس سنين يعني أطفال صغر والأطفال صغر يعني سأرسل الناس اللي عايشين اللي جابوا لهم الكوفيد رأي ما كيش حاجة أخرى ولا الروض هذا معطى خطير دكتور شكرا على حضوركم معنا وعلى كل هذه التوضيحات أتذكر دكتور خليد بوحموش رئيس جمعيات أدباء الأطفال بالرباط شكرا ومع استمرار تفشي الوباء تتضعف أدرار القطاعي السياحي هي إحدى الوجهات السياحية التي تحضى بشهرة كبيرة على صعيد الوطني لتموقعها الاستراتيجي المهم وموقعها الساحل المتميز لكنها تعاني الآن من حالة ركود هي منطقة ميرلفت بإقليم سيدي إفني التي تئن تحت وطأة الجائحة شأنها العديد من المواقع السياحية روبرتاج حافظ محضار وجمال الخصاصي تداعيات الجائحة العالمية ترخي بظلالها على أنشطة القطاع السياحي بجماعة ميرلفت الساحلية التي تأثرت كثيرا بسبب تفشي الوباء الذي جعل العديد من وحدات الاستقبال السياحية في شبه عطالة متواصلة نتيجة التراجع المهول لإعداد الوافدين من السياح المغاربة والأجانب وضعية تقدمت جاعة المنعشين السياحيين بالمنطقة الأعوام قبل كوفيد كنا لوقيتها هذه نورمام وميرلفت تكون عمرها بارتو قاعد لزوطيل قاعد لزوبرج كل شي عمر السياح سوى الأجانب ولا السياحة الداخلية ولكن هذا العام هذا ما كنوالو قاعد الناس اللي كان عرفوهنا اللي كان خدموا معهم كلهم لرزروفاتيون اللي عندهم اللي كانت نورة لبريود باش نخدموا شوية ولكن مع الأسف الكريز مزان مزان مطولة أكوز ديال الكوفيد وصورتو مع الاباريشون ديال لوميكران داروا بزاف ديال لزانولاشون تقريبا تقريبا مية في المية ديال لزانولاشون حذر كل مظاهر الاحتفال بعطلة نهاية السنة الميلادية فاقم من معاناة أرباب المرافق السياحية بهذه البلدة الساحلية بعد إلغاء كل الحجوزات السابقة في ظل استمرار إغلاق الأجواء الجوية وهو ما ضاعف من خسائر هذه الوحدات التي كانت تراهن على إنعاش أنشطتها خلال هذه الفترة كنا معاولين على السياحة كنا معاولين إلى أننا نخدموا شوية في الدراس العام ولكن مع هذا الشيء يوقع معاولين إلى الأميكرون حبسنا على كل شيء حبست الخدمات وكانوا لزانولاشون وما بقى خدمنا ما بقدرنا التشيح يتواصل إذن نزيف هذا القطاع الذي يعد من محركات الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الوجهة الساحلية التي تحتضن عددا مهما من وحدات الاستقبال السياحي التي تواصل إحصاء خسائرها في ظل استمرار دداعيات الظرفية الصحية الصعبة وللوقوف عند وضعية القطاع السياحي بالمنطقة ينضم إلينا مباشرة من قلميم السيد حسن برعيدة منعش السياحي بجهة قلميم وادنون إذن سيدي كيف يواجه القطاع السياحي بالجهة هذه الصعوبات التي فرضتها الجائحة شكرا سيدتي على الاستضافة كما تتعرفوا قطاع السياحة هو القطاع المتضرر الأول من جائحة كورونا منذ بدايتها ولما يقرب الآن على السنتين فمثلا هنا في جهات وادنون وهي واحدة الجهة التي تدخل بالمؤهلات السياحية تتكون فضل القطاع يوحد القبلة للسياحة سواء الداخليين أو الأجانب التي تأتي هنا لكي يدوزوا رأس العام في هذه المنطقة ولكن للأسف الآن مع ظهور هذا الفاريون فالأغلب بل ما نقول جميع الحجوزات التعانيلات التي كانت موجودة كانت تكون فرصة العام التعانيلات مما تسبب لنا في الغيات مما تسبب لنا في العديد من الأضرار بالنسبة لشيف خدافاغ والآن طنرة هنا على باش تكون من هنا يلقد دام يعني تنتعش السياحة من جديد نظرا لهذا المتحور كما قلنا لجعل إلغاء الحجوزات وتفاقم الأوضاع التي كانت مزرية في القطاع سيد بوريدا ولكن الآن للأسف هذا المتحور يعني كيفاش كيتفاعل المهنيون والفاعلون في القطاع مع مجموعة التدابير التي اتخذت لتخفيف من تدعية الجائحة على القطاع وهو منذ بداية الجائحة يعني كانت دولة دينا قامت بواحد العديد من الإجراءات منها تعويض المتضررين العاملين في القطاع السياحي بحيث أعطتهم تعويضات ووكبات معنا هذه الأزمة لحد الآن ولكن معاك ما كنا معاك الظهور دي الأوميكرون وما عندناش انفيزيون بور المستقبل دونك تنتمنى والخير واللي تنتمنى هو أن هذه الجائحة سيدعلينا بإذن الله وترجع الأوضاع اللي ما كانت عليه من قبل شكرا لكم على هذه المساهمة سيد حسن برعيدا منعش سياحي بجهة قلميم ودنود في إطار مبادراتها الجمعوية الدعم لشأن التربوي والرياضي والتنموي بجماعة فراوت نظمت جمعية فوزارت للتنمية لقاء بالدار البيضاء لتسليط الدوء على هذه المبادرات توجه بتوقيع ثلاث اتفاقيات شركة لتعزيز التمدروس وتعزيز الطرق إضافة إلى تقديم مستلزمات وتجهيزات رياضية لفريق كرة القدم بالمنطقة لتشجيع لتشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة حسن زكي ومحمد شكير الجمعية فوزارت للتنمية هي إحدى الفعاليات الجمعوية النشطة بجماعات تفروت الملود تعنى بدعم شأن التربوي والرياضي من خلال عدة مبادرات من بينها مساندة فريق إتران تفروت الملود لكرة القدم ماديا ولوجيسيكيا عبر تنظيم تجمع تدريبي للعبي بمدينة الدار البيضاء للاعتكاك بفرق كبيرة لتطوير مستوهم التقنية لتمثيل منطقتهم أحسن تمثيل مبادرات جمعية في وزارة التي تعاونت معنا وتعاونت مع الجمعية لإذران تفروت الملود من البداية وقدمت لنا الداعم واللوجيستيك وهي جينا لطلب ذات جينا باش نديرو تربو سيعددي هنا نلعب مع لدى الفرق هنا في المشتوى الأول باش الدرار يتحق يخل تجربة عندنا الدرار يقصر ولكن مع الظروف ومع الدعم ولما كان قدوش نلعب مع الأنزية الكبار ولكن مع هذه الجمعية بوفرة لنا كاملة الظروف والإمكانيات وكن شكرا مجهودة كبيرة تقوم بها الجمعية توجد خلال هذا اللقاء بتوقيعها لعدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركاء للنغوض بكل ما هو تربوي ورياضي على مستوى جماعة تفرود الملود توقيع واحد اتفاقية شراكة بحكم أن الجمعية في وزارة كالتطابر الشريك الرئيسي دي المدرسة الجماعتية دي الجماعة التفرود الملود كذلك واحد اتفاقية شراكة بيننا وبين الجماعة وكذلك المجلس الإقليمي حول إنجاز واحد طريق يعني لفك العزل العالم القاروي وكذلك تسهيل لمؤمورية لتلامت يعني للنقل المدرسي باش يولج لها المناطق هادو التكريم مجموعة من الفعاليات والوجوه الرياضية تخللت هذا اللقاء فضلا عن تجهيزات ومستلزمات رياضية تم تقدمها لفريقي إثران تفرود الملود من أجل تحفيزه وتشجيعه على التمييز خلال مشاركاته المحلية والجاوية في الخبرية الرياضي تفوق فريق الفسح الرياضي على ضيفه الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بريبات برسم منافسات الدورة الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية في كرة القدم قائمة بلوش بين الفتح والوداد القاسم المشترك المدرب وليد الرجراكي بالأمس كان مع الفتح واليوم مع الوداد عاد إلى الدار البضاء حامدا هزيمة بحصة ثلاثة مقابلة اثنين الهدف الأول استرح فريق الفتح الربطي جعل إطري دربة جزاء نفذها مهدي قرناز في الدقيقة الرابعة والخمسين أربع دقائق بعد ذلك خطأ لحالس مرمى فريق الوداد رضا تقنوتي ورضا الهجهوج يوقع الهدف التاني لصالح فريق الفتح الربطي الذي أسمح متقدما بهدفين مقابل لا شيء في درف عشر دقائق عودة قوية لفريق الوداد الوضاوي حكم المباراة عادي الزراق يعلن دربة جزاء لفائدة اللعب يحيا جبران في التنفيذ اللعب الكونغولين بينزا والهدف الأول لصالح فريق الوداد البيضاوي نلعب دقيقة 86 هجوم منصق لصالح فريق الوداد البيضاوي قد فال بديعوك واللعب بينزا يوقع الهدف التاني لصالح فريق الوداد البيضاوي ما لم يكن في الحسبان أخطأ في خط دفاع الوداد لا أشرف داري ولا أمين فرحان تمكن من أبعاد الكرح وكان المنتصر اللعب المنتصر الذي خلق التميز وسجل الهدف الثالث لصرح فريق الفتح رباطي الذي فاز في هذه المقابلة بثلاث أهداف مقابل هدفين الوداد دائما في المرتبة الأولى بخمسة وثلاثين نقطة قبل وفي وفي دل الوضعية الوبائية الحالية وأجواء فصل الشتاء الأطفال عرضة لنزلات البرد ومضاعفات الأنفلوانزا الموسمية وفي النشرة كان لنا رصد للأعراض وطرق الوقاية مع الكلمة لأهل الإختصاص تدائية جائحة كورونا ترخي بذلالها على القطع السياحي ميرلفت على شريط الساحل الأطلسي بإقليم سيدي إفني وجهة سياحية متميزة تأن تحت وطأة الركون شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن اشتركوا في القناة